موسيقى سنقدم لكم اليوم درساً في اللغة الإنجليزية للصف الثالثة المتوسط الدرس الثاني الوحدة الأولى في هذا الدرس عزيزي الطالب لدينا الوقت وكيفية كتابة الوقت في هذا الدرس يجب عليك عزيزي الطالب أن تكون منتبهاً كيف سوف يكون احتساب الوقت وكيف كتابته فعادة في الامتحانات الوزارية تكون هناك أعداد للوقت ومن ثم الدقائق عدد الوقت باعتبار الساعات ومن ثم الدقائق فإذا كانت الدقائق لا شيء باعتبار أنها كانت الواحدة بدون أي دقائق سوف تكون نضيف كلمة باعتبار أن هذه الوقت ليست موجودة فيه أي دقائق أما إذا كانت في الدقائق فسوف تكتب الساعة ومن ثم الدقائق وهناك طريقة أخرى باعتساب الدقائق من ثم الساعات هناك طريقتان إذن سوف نستعرض على صبورة الفقراتين والملاحظتين ولكن هناك طريقة أخرى هي طريقة مبسطة جدا نقوم بكتابة هذا الوقت كما نكتبها في اللغة العربية على سبيل المثال إذا كتبنا هذا الوقت في اللغة الإنجليزية يجب أن نكتبها باللغة العربية ولكن بصورة بسيطة جدا هذه لا نتخذها كقاعدة أساسية إنما طريقة للتوضيح طريقة جديدة للتوضيح كما هو الحال سوف تشاهدوا على الصبورة عنوان درسنا أيضا لكي لا ننسى هو هري أب It is time to go أسرع فالوقت يمضي إذن عنواننا هو الوقت يمضي ويجب عليك الإسراء إذن يونت وان لسين تو إذا كان الوقت إذا كان الوقت كالآتي كتابة الساعة على سبيل المثال في المثال هري أب عامة ينتعجب باعتبار أسرع It's time to go الوقت يمضي إذا كان هذا الوقت على سبيل المثال سوف نشاهد هنا 20 وأيضا هنا 20 باعتبار هذه الساعة لدينا طريقتين الطريقتين الطريقة الأولى أولا إذا كانت الساعة هي من صنف 24 ساعة والثانية أيضا إذا كانت الساعة هي من صنف 12 ساعة كيف سوف تكون طريقة احتساب الوقت هنا 20 to 20 أوكي في هذه الحالة عزيزي الطالب يجب أن تحسب ما سوف يتبقى منها لكي تصبح بالوقت الطبيعي لحسب 12 ساعة هنا 20 لو أضفنا رقمين سوف يصبح رح يصبح 3 22 و23 ثم صفر باعتبار هذه 22 هي الساعة العاشرة إذن في هذا المثال 20 20 طريقة كتابة الوقت هناك طريقتان هناك طريقتان الطريقة الأولى كتابة الوقت بالساعة وثم الدقائق ثانيا كتابة الساعة والدقائق بدون فاصل كيف بدون فاصل سوف نلاحظ ثالثا وهي مرحلة مهمة أو نقطة مهمة لهذه الملاحظة هنا نجد من طريقة كتابة الوقت من دقيقة واحد دقيقة أوكي إلى ثلاثون دقيقة نكتب كلمة باست من واحد وثلاثين دقيقة إلى تسعة وخمسين دقيقة نكتب تو هنا كلمة باست تعني ماذا و وهنا إلا كما هو الحال عندما نقول أنها التاسعة إلا خمس دقائق أو العاشرة إلا أربعة عشر دقيقة وهكذا في هذه الحالة عزيزي الطالب يجب أن تنتبه لهذه الحالة سوف نعطي أكثر من مثال وبشكل بسيط لكي تكون دقيق في كتابة الوقت هنا عزيزي الطالب كما نشاهد هنا 2020 سوف تكون it's هذه الطريقة ثابتة للتكلم حول الوقت it's وهنا اختصار بمعنى it is 2020 هنا it's 10 past 20 it's 10 past 20 إذن عزيزي الطالب هنا هذه قناة ثابتة هذا 10 بما يعني أنها الساعة العاشرة وعشرون دقيقة it's past it's 10 past 20 في الطريقة الثانية لإحتساب الوقت كما قلنا past هناك طريقة كتابة الوقت والدقاء بدون فاصل بدون حتى كلمة past أو to كيف سوف تكون لاحظ عزيزي الطالب لو لو لاحظنا بأن كيفية كتابة الوقت بصورة أسهل وبصورة مبسطة لو قلنا هنا التاسعة وثلاثون دقيقة سواء كانت هي am أو pm لا ضيرة في ذلك سوف نقوم بهذه الكتابة إنها التاسعة وثلاثون لو قلنا في اللغة العربية إنها التاسعة وثلاثون دقيقة لو استطعنا أن نكتب في اللغة الإنجليزية إنها هي نفسها it's أوكي التاسعة هذا طريقة مبسطة it's nine هذه هي و past thirty minute بدون ما نقدر نقول minute رح نقول هنا فقط thirty أو هذي طريقة number one طريقة number two كيف هنا أوكي it's nine thirty it's nine thirty إنها التاسعة ونصف التاسعة ونصف حتى إذا ما ذكرنا past فهو كتابتنا صحيحة وهناك طريقة أخرى كيف نحسب إذا كانت هناك ليست هي التاسعة ونصف على سبيل المثال كانت العاشرة وخمسة واربعون دقيقة هذه كما وضحنا قبل قليل هذه تعني two لماذا لأنها هنا الفارق هو خمسة عشر دقيقة هذه الخمسة عشر دقيقة تسمى quarter باعتبار هو ربع ساعة إذا أردنا القول حولها نحن نقول it's eleven أوكي سواء نكتب أي شيء أو نكتب هكذا eleven two quarter إنها الحادي عشر إلا ربعا هكذا أو بالحالة الثانية it's عشر وخمسة واربعين it's ten forty five هكذا هنا الحالة الأولى والحالة الثانية لو نظرنا إلى المثال الأول التاسعة والنصف سواء كان قلنا في اي ام اور بي ام إنها التاسعة وثلاثون دقيقة قلنا عليها it's nine past thirty قبل قليل أوضحنا أن هناك قاعدتان إذا كانت تبدأ من الدقيقة الواحدة وإلى الدقيقة ثلاثون سوف تكون كلمة و باعتبار هي هنا نحسبها هكذا باعتبار أنها past يجب أن تضع هذه الكلمة في مخيلتك قبل كتابتها في الدكتر أو في ورقة الامتحان أو حتى في التمارين كذلك لدينا تمارين على كتابة الوقت فأي وقت سوف يكون سوف تكون لديك هنا past أو to إذا كانت من 31 فما فوق سوف تكون to وإذا كانت من 30 فما دون فهي past أما إذا كانت محصورة في 15 دقيقة فنضع كلمة quarter هنا ثلاثة نقاط مهمة أيضا سوف نتطرق إلى طريقة أخرى إذا كانت لدينا وقت معين على سبيل المثال 11 59 كم الوقت المتبقي لكي تصبح 12 سوف تكون هي دقيقة واحدة إذن سوف نقول 12 2 1 1 نها الثانية عشر إلا دقيقة أو كما قبل قليل قلنا it's 11 59 إذن لاحظنا عزيزي الطالب هنا طريقتين لكتابة الوقت بشكل صحيح كذلك لدينا حالة أخرى في كتابة الأوقات يجب أن نحسب الأوقات إذا كانت الطريقة باستخدام 24 ساعة أو 12 ساعة بالتأكيد فعندما تكون 12 ساعة تكون أسهل من ما هو الحال عليها في 24 ساعة سواء كانت 21 ثم هنا 40 دقيقة في هذه الحالة نحتسب كم الوقت الآن إنها 11 10 it's 11 40 إذن هي 11 10 40 دقيقة أما إذا أردنا أن نذكر الدقائق فلا ضايرة في ذلك نستطيع قبل كتابة النقطة نكتب minutes إنها 11 10 و 40 دقيقة نلاحظ عزيزي الطالب هنا قد كتبنا مجموعة ملاحظات وأمثلة هذه الأمثلة هي مجموعة من تمارين في الكتاب يجب عليك ملاحظتها إذن لا ننسى أن هذه الملاحظات هي سوف تطبق على جميع الموضوع على جميع التمارين الموجودة حول هذا الموضوع كتابة الوقت هي مهمة جدا وأمامكم في الصفحة نلاحظ مجموعة من الساعات مقسمة كل واحدة على رقم مختلف ويجب عليك أيضا مراعاة الكتابة أيضا لا تنسى أنه هذا الحرف اللي هو إتس أينما بدأنا به الكلام يجب أن يكتب في شكل كابيتل وأيضا هنا الأرقام يجب أن تكتب في صيغة كابيتل في بدايتها باعتبار هنا كومة وأيضا هنا كومة يجب أن لا ننسى ذلك كذلك يجب عليك عزيز الطالب أن تكون حافظا لهذه القواعد لكي لا تقع في الأخطاء مثال آخر كيف يتم احتساب الوقت بصورة سريعة كما أصدفنا قبل قليل سوف نشاهد هذه هي إنها 11 و 59 دقيقة نقول إنها سوف نكتب هذه الكلمات هنا ثم نورتبها إنها الحادية 10 و 59 و 59 و 59 دقيقة إذن لو وضعنا هنا إتس سوف نرتبها ولكن لكي يكون استبيان لك إتس الحادية عشرة اللي هي 11 و past أو لم تضعها فلا ضايرة في ذلك و 59 دقيقة إذن هي past العفو هنا two إذا وضعنا two أو عدم وضعها two معناتها هي إلا هنا الحادية عشرة و 59 نستطيع نكتب إلا هنا إلا إذن هنا eleven سوف تتحول إلى كم twelve إنها ثانية عشرة أوكي و 59 إذن هي الثانية عشرة إلا one بمعنى دقيقة لو أتينا لكتابتها إنها الثانية عشرة إلا دقيقة حتى ذا كتبنا هنا minute minute فقط معتوار دقيقة